برقية تهنئة إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه لما حققته دولة الكويت من نجاح ديبلوماسي مع مملكة السويد بصفتهما حملي القلم للملف الإنساني السوري والذي أسهم في التوصل إلى اعتماد مجلس الأمن للقرار 2449 الذي يجدد ولاية عمل ألية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا مقدراً ومثمناً سموه للمتابعة والجهود الحثيثة التي يبذلها معاليه وإخوانه في وزارة الخارجية والمندوب الدائم لدولة الكويت في نيويورك سعادت السفير منصور الاعتابي وإخوانه عضاء الوفد طوال فترة المناقشات والمشاورات والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة والتي توجت باعتماد هذا القرار وتحقيق هذا الإنجاز المتميز لديبلوماسية الكويتية آملاً سموه الإسراع في تطبيق هذا القرار لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين في سوريا ععد وفد أمني كويتي إلى البلاد قادماً من تركيا بعد زيارة رسمية تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والتنسيق في مجال مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية في ضوء اتفاقيات التعاون الأمني المشترك وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد الفريق النهام أن توجهات الشيخ خالد الجراح تقضي بتفعيل التنسيق بين الجانبين في ضوء اتفاقيات التعاون الأمني المشترك خصوصاً في مجال مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية عقد مجلس الأمن الدولي الجمعة الجلسة الخاصة للاستماع إلى إحاطة للمفد الدولي إلى اليمن موارتين غريفث حول اتفاق السويد بين أطراف الأزمة اليمنية وقال غريفث إن أطراف مفاوضات اليمن نجحت في التواصل إلى اتفاق مثمناً تعاون الأطراف اليمنية في سبيل تحقيق هذا الإنجاز وأضاف أشكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أكد على دعمه الحيوي والشخصي لهذه العملية وكذلك الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي دارت اجتباكات هي الأعنف منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري بين قوات النظام السوري وجيش مغاوير الثورة الذي يتلقى دعماً لوجستياً وعسكرياً من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بالقرب من المنطقة خمسة وخمسين والتي تقع ضمنها قاعدة التنف العسكرية داخل الأراضي السورية على الحدود مع الأردن والعراق وقال مصدر متابع إن قوات نظام الأسد تراجعت مجدداً بعدما حاولت فجر الجمعة التقدم نحو المنطقة خمسة وخمسين ترجمة نانسي قنقر